السلام لبنات كديري لنا بس عليكم امركم باخر نتمنى ان شاء الله يوصلكم هذا الفيديو تكونوا باحسن احوالي يا ربي ما تنسوش الاشتراك في القناة ديالي وتفعل جرس ان شاء الله بش يوصلكم كل جديد بالنسبة الناس اللي اول مرة يشوفوا الفيديو ديالي وبالنسبة اللي دجا عندي فما تبخلوش عليها بلايك والتعليق ديالكم والدعم ديالكم اللي اخدتكم عليا اليوم جيت نشارك معكم واحد الوصفة ديال صدر ديال الدجاج كاتجي غزالة واهم حاجة وكيم ما عودتكم انها كتكون اقتصادية والمكونات موجودين في اي دار وبتعمل مناسب يعني كنحاولون نوعه وخصوصا هاد الوصفة هدي اه غات نفعكم بزاف دخول مدراسي لوليدات انا من بنتيك كاتح مق عليها بزاف بزاف من الاكلات المفضلة عندها تبعوا الفيديو حتى الاخرى لبنات باش عارفوا الطريقة كيف صوبتهم واهم حاجة لبنات كيجوه حشاشين كيجوه غزالين كما غاتشوفوا معايا طريقة باش كيجوه فتيين من الوسط ومقرمشين اه من على برة مويم لبنات احنا عارفين دابا اه دجاج ارخيص تمنديل ومناسب انا الكمية اللي عندي علي حسب الكمية احنا يعني كون ما اه درتوا كمية كتيرة كون ما كديدوا في المقادير هنا صدر ديال الدجاج اه خديت ديال الدجاجة واحدة اه كما كتشوفوا حجم متوسط يعني ما وصلش جوش كيلو فكفاتني ودرت لي الطريفات اه يعني يعني تبارك اللي وصناع بي يعني قداتنا فانتو ما غات قطعوها البنات بشكل اللي بغيتو موسيقى 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 فايت شاركت معكم في وحد الفيديو في اللول اه فقط طريقة ديال التقسيم يعني كان جماع صدر بواحده الخيضات بواحدههم Gas Baby ال misconceptions وشآة ممكن هذا ما يكون تتطاق Building والاشراب يمكنحوك بشارك teacher يجب ان تضيف ملحة تبعزه افضل تقريبا نحن خلط انا قبل ستقطر ستقطع حمض وحبه انا افضل ستقطع ستقطع ماء اجتبوا يضحون اضافة في الحاموض و ملحة هنا قمت بتضيط المسوس و يتم تضف المسوس اضافة المسوس اضافة سوف نقوم بتجربة الكريم فخيش في الوصفة فهو راك يدير الدور ديال الكريم فخيش وحتى المدق ديالو زوين بزف 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 انا جربته فشحل من حاجة فعوط لكريم فخيش كنجرب هادا ديال جودة البنات ما كان ديش لي الاشعر ولكن غزال هنا غندير معلقة كبيرة ديال الصوجة على حسب الكيميين اللي عندي متكتروش منه وردو بلكم الملحة هنا لبنات ديرتوية ديال توما جوش دراز كبار ديال توما وشوية ديال سكينجبير وشوية ديال ملحة عندكو الملحة وشوية ديال بزار عندكو الملحة حيث الصوجة اراه مالحة لاصوس ديال الصوجة تتكون مالحة فهي اختيارية تقدرو ما تديروها شيء وتكتافي وغيب الحامض يعني باش كيجي شوية ديالحمودة لادعة فانا درت الصوجة ودرت غينص حامضة ممكن تكتافي وغيب نص حامضة وفعوطة توما ممكن البنات تديرو توما ببودر انا ما بقى تلياش فانا درت توما عادية هي من الاحسن تديرو بودر حسن من ولا فعوطة توما ببودر تديرو بودر ديالبصلة وشوية الخرقوم على حسب باش هذاك اه اه الصوجة ما تبطلياش اللون بزاف الاستيك ديال يعني ما ميك ما تيعج مش دك اللون كحلة فغنخلطهم زيانة البنات نزيدنا على السلحة دياني ما تضعش فغنخلطهم زيانة البنات فوالله العدي مجربوها كتجي غزالة وكتجي في حال ديال الزنق وممكن البنات ديروا هذه الوصفة حتى بالفخيضات بالفخيضات والجنحين تهي نفس طريقة وكتديروهم في بلاشة بلوك يجو كي حمقوه هنا غنغطهم البنات على الاقل اربعات السواية ومن الاحسن انا اغلبية كنصوبهم في الليل وحتى اللاغتلي عاد كنستعملهم يعني كيكونوا شاربين من ذاك الشي البنات غنخلي يرتاح يعني انا غنخليه يرتاح وغنوجد معاكم حتى بطاطا اللي كتمشي مع الطريقة ديالي المعتمدة اللي هي صحية فاغنقطع بطاطا ونرجع ليكم من بعد البنات ما قطعت نقيت بطاطا ديالي وقطعتها تخليوا البنات تقتر مزيان حيط باش ما اطلق ليكم ش الماء حيطي لادرتوا عليها الزيت كتلق الماء ومن الاحسن يكون الحجم ديالها ما كبيرش بزاف مويمة البنات بهات الشكل هذا ما يكونش كبار بزاف وما يكونوش رقاق بزاف لكن كانوش رقاق بزاف باش ما جيكمش يابسة وغلاط بزاف ما غيطيبوش لكم هنا لبنات شوية ديال الملحة على حسب الكيمية ولحسب التوق ممكن انا ضفت شوية ديال البزار وفيدي شاركت معاكم واحدة بطاطا بشرمولة للحوت يعني اي حوش و اي شرمولة كتعجبكم مره تجيب بطاطا واضفت لها شوية ديال زيت حي تغنضي لبنات في الفران باش تبقى صحية وبطبيعة الحال زعطرة كتجي فيها البنات كتحمق كتلق واحد نسمى زوينة نفركوها ما بين يدينا ونديرو الكيمية اللي بغينا ممكن البنات انا ما كيعجبونيش نخلط المادا قاتب الزاف يعني الزعطرة لي معنى الزعطرة ممكن تضي البودر ديال البصلة ولا البودر ديال توما كتجي غزالة البنات مويم البنات انا نخلطها مزيان ونرجع معاكم مويم البنات هذا هو الكونفليكس اللي غانستعمل ما غانديرش لاشا بلوغ صراحة لما اخر نولي تندير هاد الكونفليكس هذا ما مالحش ومحلوش يعني معتاد الحلاوة ديالو معتاد لا وتمن ديالو رخيس كين في مرجان اصلا ما بقاليش بزاف منو اه في مرجان ما كيتتعداش تمان ديالو 22 درهم ما بين 19 ل 22 درهم وغزال انا بنتي كتاكل يعني ولاتي يعجبها بزاف كتشربولي بالحليب فانا غانديرو هو فعوت لاشا بلوغ هو لا شا بلوغ ما غانديرش انا ديالو الخبز فهكا البنات غانا هرمشتو ما تخليوش يولي لكم كيت طحين يعني غيم هرمش وغاننشدو دوك الطريفات ديالنا وغاننغمسوهم في الكونفليكس ديالنا مطحون وغانتشوفوا البنات تشكل كي يجيك كي يحمق ولا شا بلوغ غراه ما كتتحرقشها البنات كتبقى في الطريقة ديالو الطياب نشدو اول شكل غي انتو ما تخدمو بجي جيدين ليدلي كاتا بس ما تدخوش ليدلي غات تديرو بالكونفليكس ما تعودوش تديرو هاتما باش ما يتكرفس لكمش جاج فانا البنات را كيتهز حيث اذا كضانون كيعطي شكل كريمي فكي يكون سانها انتو ما شتوها البنات انكم تديرو مزيان ما تبقى تشي بلاصة وغنس توف اللاطة من الاحسن اللاطة ما تكون للمدهونة لوالو يكون غير ورقة الورقة الورقة ديال الطبخة عفوا ان شاء الله البنات في الفيديوهات الجاي ان شاء الله غنحاول نشارك معاكم الاسوس طبيعيين وصحيين ووليداتنا طبيعة الحلب لابد هذا هو الشكل ديالو مالبنات من بعد ما دوزتهم في الكونفليكس فالبنات تديرو غير الورقة ديال الطبخة وصافي وما تخافوش رمكت تتحرق لالكونفليكس لوالو انا درت معاو بطاطا بالنسبة بطاطا انا قلت لكم ديرو الحجم هاكا يعني ماشي كبير بزاف وماشي صغير بزاف باش تغيطي بلكم مع الجاج بغيتو ممكن انا قم ديرو بطاطا بوحدة وديرو بوحدة هاو موجدت لنا البنات باش ما نطولش عليكم فهدا هو الشكل نهائي فهانتو ما كيماشو الكونفليكس ما تحرق متاشي حاجة كنشعلو عليهم الفوق والتحت على درجة 140 تل 180 الفوق والتحت فكيطيبو فنفس الوقت وكيجو غزانينا البنات وكيجو فتين من الوسط فكنتمنى الدعم ديالكم ما تبخلوش عليهم ان شاء الله نجيكم بوصفات اخرين ساهلين فانتو ما البنات شوفوا الداخل ديالهم طايبين وفتين كانتمنى الوصفة دياليوم تنالي اعجاب ديالكم وان شاء الله نتلقاوا في فيديو جديد ولقاكم بصحة والسلامة يا ربي الله يستر الجامعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة